اذا عدنا حديث القاهرة كنت لسه بقول لي مجدبيه ان احنا هنبدأ بحديث الساعة مش بحديث القاهرة فاحنا قصاد مشهد مهم للغاية وهو الحديث عن التصنيع في مصر التصنيع في مصر بمعنى الحقيقي بقى ان احنا نقدر واحنا بنكلم طول الوقت على للاستيراد ونكلم على كيف يمكن ان نبني صناعة في مصر تحل محل المستورد ده سؤال مهم اظن اتحاد الصناعات هو اول من يجيب عنه وخبراءنا اللي نذهب لهم بالسؤال السؤال ده هل سمعته طول الوقت في حياتك ولا سؤال بدأ وكأنه سؤال هذه اللحظة لا هو السؤال ده مستمر مش كده من وانا صغير مستمر بقى له فترة وبيحصل تطوير في موضوع الصناعة علشان خاطر نقدر نوصل لحجم صادرات يغطي العجز في ميزان المدفوعات المصر فهو ده الحقيقة المفتاح الرئيسي لماذا نحتاج إلى الصناعة نحتاج للصناعة لان الصناعة بتاعني استثمار لانك انت عشان خاطر تعمل صناعة محتاج تستثبر وبعد ما تستثبر محتاج تستثبر في التصدير وكمان الصناعة هي اللي حتقوم بالتصدير وكل ده بيزود ناتج قومي وكل ده بيزود حجم الصادرات بيقلل بكتير جدا من الديفيسيت أو العجز اللي موجود في الموازنة بان احنا دايما نحتاجين شورتج عندنا شورتج في الدولار لان احنا بنصدر قليل نستولد كتير لا انا بسأل السؤال المهم الدائم ده وفي ذهني طول الوقت الكلام يعني انا يمكن ان نستغني عن المستورد بصناعة مصري فيابدو السؤال هنا هل في اي دولة في العالم تستطيع ان تكتفي صناعيا مفيش طبعا هو حضرتك انت عشان تبني صناعة والصناعة دي يبقى حجمها والقيمة المضافة اللي فيها وتوطن صناعة في مصر انت محتاج تستورد تستورد بس تستورد ايه علشان خاطر حجم الاستيراد بتاعك يكون دايما اقل من حجم الصادرات وبالتالي انت عشان خاطر تطلع منتج مش بالضرورة انك تصنع كل مكونات ممكن تستعين بالاستيراد ببعض الخمات او المكونات وفي الاخر بتطلع المنتج المنتج ده لازم يبقى فيه قيمة مضافة وبعدين بتصدر المنتج دوا وبالتالي سعر البيع بتاعه بيكون اضعاف سعر ما قمت باستيراده وكده تبقى انت هقدر تتحقق الهدف الرئيسي طيب ده لعشان انا اجيب مكونات بيه المستلزمات الانتاج المنتج اللي انا اعمله ده فاستورده طيب والسؤال هنا احنا الفكرة هل نبحث عن بداء اللي ما نستورده فنصنعه ولا الافضل ان نصنع ما نملك ان نصنعه يعني يعني مش فكرة انه انا مش عايز استورد فانا انا عايز اصنع فعايز اصنع اصنع بما املكه انا من قدرات للصناعة دي ممكن ما يكونش بتلبي حاجات البلد لكن بتلبي التصدير فالفكرة ايه انا وكاينه مثلا انا قصادي قائمة المية اتنين وخمسين منتج مستورد فاقول ايه اللي باستورده وهنا باستورد شوكولاتة لا اصنع شوكولاتة هل احنا عندنا قدرة على ان احنا نصنع اللي باستورده ولا افضل ان احنا نصنع ما نملك مقدرات صناعته الاثنين حضرتك الاثنين الاول انت بتشوف حجب الوردات بتاعتك وحجب الوردات دي اللي تعرف او تقدر تصنعه منها يجب انك انت تدرسه كويس شوف ايه الاسواء اللي انت ممكن تصدره لها كمان عشان خاطر كل ما انت بتخلق او بتعمل صناعة الصناعة دي مش المفروض للاستهلاك المحلي بس زي ما اتفقنا ان احنا عاوزين نعمل صناعة عشان نصدر وعشان نعمل صناعة عشان نصدر لازم يبقى عندك قيمة مضافة وميزة تنافسية تقدر تستغلها في التصديق كويس قبل ما اتكلم على الاستيراد وبدائله هايزا اتكلم عن حال الصناعة في مصر هان احنا بلد يستطيع ان يتحدث عن نفسه بقوله بلد صناعي ما فيش شك ان احنا تحولنا من بلد الزراعي لبلد صناعي والكلام ده بدأ من اول ده اقدر نقول من اول عهد محمد علي لما بدأت فيه صناعات وبعدين تطور ده في حتى قبل الثورة والصناعات الكتير اللي عملها طلعت حرد صناعة مسيج يعني فيه كثير من الصناعات قامت في فيه مر قبل الثورة يعني عظيم وبعدين الثورة كملت عليها كملت عليها كملت عليها بمعنى بنت عليها لا بنت عليها كأننا كملت على قطير كملت ما بدأناي يعني كملت ما بدأناي فالثورة كملت يعني فيه ما نقدرش نقول غير ان مثلا واحد زي وزير الصناعة عزيز صدقي قام بمجهود كبير جدا وعمل صناعات كبيرة جدا المشكلة بتاعتنا طيب لي ما تطور نار هي دي المشكلة احنا لم نستطيع ان نطور هذه الصناعة ابس ماك دمية انا عايز اسألك عن فلسفتنا في الصناع يعني اقصد برضو هل احنا واحنا منقرر ان احنا دولة صناعية عندنا فلسفة الصناع احنا هنعتمد على الصناع كثيفة العمالة علشان خاطر احنا عدد سكان كبير احنا نعتمد على الصناعة التكنولوجية هي دي بقى استراتيجية اللي لازم نبقى احنا كلنا محددينها يعني يبقى فيه استراتيجية للصناعة والاستراتيجية دي بتقول انك انت لازم تمشي يمكن تمشي في ثلاث اربع اتجاهات تمشي في حاجات فيها تكنولوجيا عالية جدا وبالتالي قيمة المضافة بتاعتها هتكون عالية تمشي في اتجاه تاني الكسيف العمالة مين اللي يمشي يا سوزباك يعني مين الدولة اللي بقرر ده ولا هنتو يعني كرجال اعمال هو احنا والدولة احنا والدولة حضرتك انا انا على فكرة كنت عضو مجلس قدارة اتحاد الصناعات وحاليا انا رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال اعمال وانا معجب جدا بالصناعة والبحث العلمي نجمع بعض لانه يبدو ان احنا في احيان كثيرا نفتقد فكرة ربط البحث العلمي بالصناعة لانه ده الموضوع هم مرتبطين تماما اول زيارة لايه في المانيا يعني نظمونا زيارة لمصنع سيارات شهير يعني فروحنا شوفنا والعربيات ما هي يعني ما هي والا حاجة من هاي كل اغلتنا بتركبها انت شخصية وبعدين فمن ضمن المعلومات انه المصنع فيه 2000 عامل ومهندس انه مركز ابحاث المصنع فيه 8000 فعند كده الابحاث والبحث العلمي اكتر من عمالة المصنع نفسه اه ده يمكن حدك زورت امتى قبل ما تخش التكنولوجيا الحديثة بها لان حاليا بيقدروا يعملوا الحاجات دي كلها بالتكنولوجيا الحديثة بيقدروا بيخشوا عالكمبيوتر والكمبيوتر بتحللهم معادلات كتير وبسرعة متناهية وبالتالي عدد الار ان دي مش بالضرورة يبقى كبير الباحثين ولا العمال لا انا بقول الار ان دي يعني الريسيرش والديفيروبينت امبرز وصفة عامة بيكونوا المهندسين والباحثين صحيح مش ضروري يبقى العدد بتاعها فانا زرت مصانع كتير جدا في العالم سواء في اوروبا او حتى في دول شرق اسيا تكنولوجيا اختصرت العدد اه اختصرت العدد وكثفت مطلقت حاجات ما كناش نتخيل انها ممكن تطلع بالسرعة دي حاجة ما حاجة بتكلم على استراتيجية الصناعة بنتكلم على المحددها المحدد احنا كلين اه الدولة طب الدولة دلوقتي يعني مهمومة وزير الصناعة بتكلم على استبدال المستورد بالتصنيع طب واعلاني كمان عن قائمة هنا مجدبيه قائمة ال 152 منتج بديل للمستورد اه يعني احنا عندنا بدائل للمستورد ولكننا فضلنا المستورد اه لا تقدر تقول عندك بدائل بس بيش بوصلتش للجودة اه اللي تخلي المستهلك يروح للمنتج بتاعك اه وما يجيبش المستورد فبيجي يروح يجيب المستورد ففيه عندنا صناعات تقدمت في الفترة الاخيرة كثير اه ومنعت منعت مش بمعنى الحظر منعت ان المستهلك يروح يستورد لان لقى منتج عالي الجودة بسعر منافس فخدمه اه وده ممكن امثالة كتير جدا تلاقيه حضرتك زي مثلا في الصناعات الهندسية الى جهزة الكهربائية نادر ان ما بتلاقي حد بيستورد تلاجة ولا بتجاهز ولا حاجات كده النهاردة اه او تكييف او انخلافه يعني فالنهاردة فيه منتجات كتير منتجات كتير اديا لما بتحقق الجودة وبتاخد شهادات جودة عالمية واكتبارات وزي ما قلنا بقى البحث علمي يعني قدر يوصل انك انت بتطلع منتج عالي الجودة وفيه تكنولوجيا حديثة فبتقدر تصدره وتقدر تنتجه محليا وبالتالي المستهلك هو من نفسه بيمتنع عن الشراء من الخارج تفرق السعر وعشان السعر لا من غير محتاج ليه موضوع حماية للصناع دي ورسوم اغراق كلامين دي عشان يعني احيانا بتحتاج التول دي يعني الحكومات بتحتاج احيانا انها تعمل رسوم اغراق ومشابه لما بيكون لان ما ننساش ان فيه دول بتنتج بكميات ضخمة جدا وطبعا الكميات تتناسب مع السعر على طول كل ما تنتج كمية اجور كل ما تكلفتك بتقل وبالتالي تقدر تبقى منافس جدا يعني ففيه شركات عملاقة كثيرة موجودة في دول كتير وبالتالي عشان نقدر ننفسها هم مش بس شركات عملاقة لكبال بياخدوا دعم من حكوماتهم عند التصدير يعني احنا عندنا برضو بعض يعني عندنا نظام برضو بيقول رد اعباء لان عندنا اعباء لا يتحملها المستورد اه اه او المستورد واه احنا كمان بنعمل رد للاعباء رد اعباء دعم الصدرات اه 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 بس احنا يعني مصرين على تسمية ورد اعباء لان عندنا اعباء ده يتحملها المستوى اه لانه كلمة دعم الصدرات تبدو وكأنه فيه دعم من الدولة بينما حالك بتقول ان ده عب انت بترد يعني انت لما بتيجي بتستورد مكونات مش كل المكونات بتقدر ترد الجمارك ان انت دفعتها للدولة اه انت عندك بتخلق وظائف اه عمالة وبتدفع تأمينات اجتماعية انت والعامل وبالتالي برضو ده جزء تالي يعني عندك انت تكلفة اضافية اه ما بتحملهاش ناس كتير في حتة كتير اه من المنافسين ليك وبالتالي انت لما بترد هذين الاعباء انت بتحاول توازن وبالتالي تبقى اه منافس منافس برا اه طيب انا هرجع وكلم عن بداء الاستيراد لكن في نفس الوقت السؤال هنا فيما يخص اه 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 الصناعة الحالية في مصر حال الصناعة في مصر هل الاستيراد مصدر ضعاف لها؟ بص حدك دايما فيما قولها بتقول انك انت كل دولار بتستورد به من الخارج انت بتدعم عامل خارج مصر خويس وبالتالي انت كل ما تقلل حجم الاستيراد كل ما انت بتدعم العامل المصري خويس جيد وده مطلوب اه هل املك ده بقى؟ اه طبعا احنا عندنا المقومات اه يعني احنا عندنا اولا معظم الايدي اللي عاملها في مصر شباب وده ميزة احنا دايما بنبقى متوترين لما بنلاقي التعداد بتاعنا بيزيد لكن ده اه ميزة على فكرة الميزة دي هل بتتعمل معك مورد بشرية اه ليه؟ لان الميزة دي موجودة في الصين وموجودة في الهند والنهاردة اقتصادياتهم دي اقوى من اقتصاديات دول متقدمة بالتكنولوجيا حتى امريكا واوروبا ده لانهم معتمدين على الشباب اللي بيشتغل والايد العاملاء اللي بتشتغل فبيعتبروها ميزة في العملية الانتاجية فاحنا عندنا زي الميزة مطلوب ايه؟ مطلوب ان احنا ماشيين في خطوات دلوقتي على فكرة انا من الناس المتفاقلين يعني عظيم جدا انت روان ده مطلوب للغاية بس لازم يكون له عوامل اسباب اه يعني احنا حاليا اصبح التدريب الصناعي او تدريب الفني للعاملين ومدارس التكنولوجية وكده اصبحت فيه عدد لبأس به بدأ ينتشر ما بقاش تعليم حكومي بس بقى تعليم كمان رجال العمال بيكونوا هذه المؤسسات التعليمية وبيعلموهم وبيدربوهم في نفس الوقت فبيوجدونهم فرص عمل وبياخدوا فرصة لانهم يتعلموا على مستوى اعلى شوية من المستوى اللي كان بيقدروا يحصلون انا عايزة سأل عن دور الحكومة هنا في عملية الصناعة وقدرة الصانع المصري على انه ينتج بديلا للاستيراب لكن هكمل هذا الحوار مع الاستاذ مهندس مجددين المنزلاوي امين عامو رئيس لجنة الصناعة والبحث العلم بجمعات رجال العمال بعد الفصل اذا لا يزال الحوار مستمرة في حديث القاهرة مع الاستاذ مهندس مجددين المنزلاوي امين عام وليش لجنة الصناعة والبحث العلمي في جماعية رجال الاعمال برضو احنا كنا بدأنا بالاستيراد لكن هكذا قلت جملة يعني مهمة واحنا بنتناقش اثناء الفاصل عن الفرق بين التعميق والتوطين من الصناعة ايه ايه المعنى دا انه مهم من الغاية ان احنا نبقى عارفين احنا على اي حق وعلى اي ارض نقف يعني بس هذا التوطين الصناعة بيعني ان انت الصناعة دي مش موجودة عندك هنا او عندك مش متقدمة يعني متخلفة وانت لازم توطن الصناعة دي بتكنولوجيا حديثة وبالتالي انت محتاج تبدأ خطوة خطوة في التوطين يعني لان ما فيش شركة عالمية كبيرة هتيجي وتبدأ تصنع المنتج من اوله الاخر هي هتبدأ الاول زي ما بنقول انها تبدأ خطوات تنفيذية بتصنع بعض الاجزاء وبتجمع بعض الاجزاء وتحط يعني فيه بعض الاجزاء التكنولوجية وده موجود عندنا امثلة زي ده يعني بدأت مثلا في احدى الصناعات بدأوا الاول شبه صناعة تجمعية لكن كان فيها قيمة مضافة وبدأوا يزودوها والنهاردة هم بيصدروا كل انحاء العالم واصبحوا هم اكبر مصدر بيصدروا مثلا في السنة مليار دولار دي بدأت من عشر سنين او مال بالتوطين بالتوطين تمام تعبيق الصناعة بقى حاجة تانية تعبيق الصناعة يعني انت عندك صناعة قيمة لكن كل مكوناتك او اجزاء كثيرة من مكوناتك انت بتجيبها من الخارج انت محتاج صناعات مجزية قوية وده السبب ان عندنا صناعة السيارات مثلا ما عملتش قفزة لانك انت مش لحد النهاردة ما وصلتش لتوطين وتعبيق الصناعة في وقت واحد اعتوطن لان فيه بعض المكونات او فيه بعض الصناعات والمنتجات التامة الصنع الحقيقة بيبقى المكونات بتاعتها محتاجة توطين مش بس تعليق اه يعني ده منتج تقدر تصدره في حد ذات يعني المكون ده تقدر تصدره في حد ذات اه مش منتج نهائي اه لكن تقدر تصدره يعني وده اللي حصل مثلا حاليا في ضفائر السيارات مثلا الضفيرة الكاربائية بتاعت السيارات دي صناعة توطنت في مصر اه وبينها بنصدر اللي هي صناعة مجزية اه دي صناعة مجزية اللي هي تعميق صناعة يعني ما تيجي تعمل عربية وانت بتعمل عربية هتلاقي الكلام ده موجود عندك ومش محتاج تستورده بل انت بتصدره وطبعا شركات نكحة احنا عندنا نوعين اه انا فيه نوع سائد على الاخر اه حاليا لا يعني انت محتاج يعني السلع دي وفيه غيرها كتير محتاجة ان يتم النظر فيها هو ده اجتهاد طبعا تعالوا نشوف قائمة السلع هنا بنتكلم على قائمة المية اتنين وخمسين اه منتج مستورد اه مين اللي عمل ده يا فندي مين عمل القائمة اه مركز تحديث الصناعة اه في اتحاد الصناعة ده الحقيقة اللي قابوا بالمجهود ده وجابوا الاحصائيات دي وحطيني الارقام والارقام دي بتمثل حجم الواردات الموسقة الحكومة بتقول احنا بنستورد بالرقم ده طبعا الارقام دي بكل انواع الاستيراد كله لكل انواع نقدر نقول ايه كل انواع الصناعات صناعات كيموية صناعات مسجية صناعات هندسية صناعات معدنية صناعة وراء بازيني شوفها يا جماعة يعني دي قايمة من الصناعات الهندسية يعني فبكل تفاصيلها يعني ايه اسم الفرصة الاستثمارية المحتملة ان انا اعمل كذا لها يعني ده معناها ان الصناعة دي الصناعة دي ده المنتج اللي حضرتك ممكن تبدأ تخش تدرسه تعمله دراسة جدوى وتشوف ايه امكانية تنفيزه الجدوى الاقتصادية بتاعته ايه هتصنع منه في مصر لسوق المحلي قد ايه هتصدر قد ايه لان ما فيش حد يقبل صناعة عشاء قطر بس السوق المحلي لازم يقبل صناعة لسوق المحلي وللتصديق وخصوصا في نوعية المنتجات دي في بعض المنتجات دي موجودة بس مثلا زي ما بقول لحضرتك يمكن الكميات المنتجة بينها مش كفاية او الجودة بتاعتها لا ترقى للمستوى العالم يعني كلها احتمالات فالخريطة دي كانها خريطة الصناعة الاستيراط في مصر اللي يمكن استمدام بدائله دي فرص استثمارية تعتبرها فرص استثمارية فرص استثمارية وهو فخامة الرئيس لما اتكلم كان بيكلم على الفرص الاستثمارية في الجدوى اللي كان موجود العام كان بيكلم على فرص استثمارية يعني الفرص استثمارية دي هتؤدي الى تقفير حجم الواردات مفيش حاجة اسمها توقف واردات هتقفط حجم الواردات وهتزود حج الصدرات كويس كيف اصلا عندي الفرص كيف استثمارها كيف تقوم بفرصة اصلا مين يساعدني عليه انت بقى حضرتك النهاردة الوزارة الجديدة بدأت بتفكر في الموضوع ده لان الحكومة دايما هي المنصق او اللي هي الموديوريتوري صحيح فالحكومة بدأت تعمل الكلام ده يعني الحكومة مثلا لو رحنا لوزير الاستثمار وهو منوت به هذا الملف والتجارة الخارجية بدأ يضع قواعد مثلا لرد الاعباء وبدأ يربطها بتحفيز بطريقة علمية فكل ما انت بتربط الكلام ده مش بتاخد دعمه وخلاص او تاخد رد اعباء وخلاص لا بدأ يربطه بايه قيمة المضافة اللي انت هتعملها وقد ايه وبقى الموضوع فيه تفاهم شديد يعني ايه استثمار ويعني ايه تصدير مثلا وزارة المالية بدأت مبادرة فيه موضوع للدرايب بدأت تحط ويمكن عملوا حاجة ما كناش بنشوفها كتير يعني او شوفناها بس مش بالتكسيف ده انه اجتمعوا نائب الوزير اجتمع مع شرائح كثيرة من رجال الاعمال ومنظمات الدرايب وخلافه وطرح عليهم المبادرة قبل حتى ما يتم عرضها على مجلس الوزراء يعني عاوز اقول الحركة هل المسألة الضاربية دي سهلت يسرت استجابة هي لسه مزلتش على الارض لكن دي كلها كانت مطلبات مطلبات اه كانت مطلبات فيه مثلا يعني فيه قدر من الاستجابة في هذا المجال كبير يعني مثلا سيادة الفريق بدأ يعمل اعادة هيكلة سيادة الفريق كامل الوزير بدأ يعمل هيكلة مهمة جدا لحية التنمية الصناعية فيه موضوع الراديو عمل بورتر واللي عاوز ارض يقدر يخش يشوف الارض دي ايه يعني فيه حراق فيه حاجات تانية ممكن نطلبها من الحكومة اه احنا شركاء للحكومة اقطاع الخاص هو شريك للحكومة فانا طالب بعض الطلبات من الحكومة اللي هي اللي هي مثلا ان يعني نقدر نقول تكلفة التبويل للصناعة تبقى مختلفة خروض يعني قروض الصناعية تبقى غير الخروض العادية دلوقتي فيه مبادرة يعني بقالها يمكن عدة اشهر كانت بقيمة 15% ومحددينها بسينج او برقم بسقف للشركة الواحدة تاخد قدية الكلام ده طبعا بيساعد بيساعد وخصوصا بيساعد في رأس المال للعامل بساعدة مش كان مطلب من مطالب الصندوق توحيد فكرة الفوائد وقروض هو موحد ووزارة المالية بتتحمل عنك الفرق الفرق فده ده اللي بتوصله فيه اه فده يعني مش انت بتدفع 15% ووزارة المالية بتتحمل الفرق عنك فده نوع من الدعم لك اه او التحفيز لك طبعا ده مطلب تحققه اه بس احنا 15% عاودينا تبقى حسد ده ان 15% برضو غير مشجعة قوي للصناعة وعزيل الليمت بتاعتها تزيد ففيه طبعا حاجات تحققت على الارض بس فيه حاجات تانية طيب ده يأخدنا بقى الفكرة اه حكاية تفضيل المنتج المحلي وقانون لتفضيل المنتج المحلي لان في بعض الفاصل نخمل مع ستر مهندس مجندي المنزلاوي ونشوف حكاية تفضيل المنتج المحلي ده خصوصا من المواطن المصري منتج محلي اذا عدنا لازلنا في حوارنا عن الصناعة في مصر التعميق والتوطين مع ستر مهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي في جماعة رجال العمال وكنت بسهرق قبل الفاصل عن قانون تفضيل المنتج المحلي هناك قانون لكن هل هو مفاعل وهل هو مطلوب بالفعل يعني هل ده مش نوع من الحماية الذي يمكن ان يضر ولا يوفيد اكثر لا هو يعني هو مش موضوع حماية لان هو موضوع انك انت كحكومة انت بتستورد منتجات موجودة محليا فانت الراجل اللي بيستورد من الخارج دوا بيستورد سلعة مدعومة من حكومة المنتج وبالتالي هو في عدم تكافؤ فرص فانت بتعمل توازن هنا بقى بتعمل توازن وده بنحقك ومش مخالف لأي شيء لا لمنطفية التجارة ولا لا ليه لان انت مالك انت اللي بتشتري فانت تقدر تشتري اللي انت عاوزه بالسعر اللي انت عاوزه محدش هيكبرك انك تشتري الارخص انت ممكن تشتري بسعر اغلى لو انت اردت انك تشتري بسعر اغلى لان ده انت الحكومة فده لا يفرض على اقطاع الخاص او على المستهلك العادي مش اللي طرح تشري في الشرع ده براحتك لكن الحكومة مفعالة ده فعلا وتفضل المنتج المخلي لا يعني مش مفاعل الحقيقة كما يجب يعني وبالتالي يعني بنلاقي منافسة غير عادلة من من بضائع ومنتجات وردة ابن الخارج فالحكومة بتعمل اللي بيعمله المواطن وهي بتعيبه عليه انه بيفضل الارخص والاسرع الحكومة ما عملتش ده انه فيه قانون القانون يعني الحكومة بتقول القانون مفروض يلزم يلزم يشتري المنتج المحل بس هو بقى الجهة بتجد اكثر من طريقة انها تلف حولين القانون وده احنا محترفين في الموضوع ده طبعا ده خبرة عبيقة وبالتالي يعني تنفيذ هذا القانون حيؤدي الى انت عاشة للصناعة المصرية ممتاز ده من قبل ان تشتري الحكومة المنتج المحلي السؤال هنا عن المصالح المتعثرة ونسمع كثيرا عن المصالح المتعثرة وتصريحات كثيرة من وزير الصناعة وكلام عن التعثر واسباب وهل لا ذلنا حتى الان نعاني من هذه الظاهرة لماذا لا تعالجها الحكومة حتى الان يعني هو اسباب التعثر يمكن تلات اربع اسباب منهم سوق ادارة منهم تعثر مالي ومنهم تعثر رتيجيا لعدم تطوير المنتج او عدم تطوير المصنع وهكذا فاحنا المفروض عندنا اه مصانع تعثرت بس الراجل اللي بيتعثر ده نتيجة مثلا للبيروقراطية جوه من الناس وعملوا وده برضو نشهد لسيادة الفريق كامل وزيري انه هو ما بقاش فيه زيارة فردية لاي حد يجي يقبط على المصنع ويخش ويعملك مخلفة ويمشي اه لأ بقى فيه لجنة واللجنة دي بتيجي مع بعضها وتزور المصنع كلها وبتقولك لو فيها لها اشتراطات معينة سواء في الحريق في الصحة المهنية في 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 كل ده بيبقى ده مصنع مخالف انه كان المصنع متعثرة مع المصنع اللي بيخالف ده وانه هو بيتعثر بعد كده لانك انت ممكن تغلقه او تعبير له قضية ولو عملت له قضية وعنده غرمة فهو حيفضل اللي بعد كده المصنع ده ممكن ليه ما يقفلوا ليه ما يأجروا هيأجروا لحد تاني ولو أجروا لحد تاني ممكن ما يستغلوش تماما او يعملوا مخزن وبالتالي عدد المصانع دي يجب ان احنا نصنفها ونشوف كل حالة على حدة واحنا عندنا الحقيقة مكاتب استشارية كتير جدا يعني ممكن اللي مشكلته مشكلة مالية يتدرس ونشوف ازدى نعمل له قعدة هيكلة يمكن عنده عمالة زيادة وهو ما عندهش تكنولوجيا وهكذا من هنا جاء فاكرة عدم غلق اي منشاقة صناعية الا بموافقة او بقرار مباشر من نابل رئيس منكسو من نابل رئيس منكسو الوزراء وزير الصناع بمعنى انه كان يمكن لموظف عادي انه يقفل مصنع ما هو بيقفله لانه بيقول المصنع ده مخالف فبيوقفه عن التاك معملته بألاته مكنه بكل حاجة وهو اقتال المستثمر يعني بيبقى حساس جدا من الناحية دي وهو عاودي انه بيشتغل لما سيد رئيس الوزراء راح في زيارة للسعودية والتقب والمستثمرين هناك اعتذر لهم على البيروقراتية في مصر وقال له أنه نفنها من نحتاني الإجليز وما هناك طيب ده المستثمر العربي هل المستثمر المصري الصناع المصري يعاني من البيروقراتية في مصر حتى الآن البيروقراتية ما بتميدش ما بين الأجنبي والمصري هي البيوقراتية موجودة زي موجودة في الجو اذا دخل على مكان بيروقراتية هي هتاخذ كله سيتنفسه يعني كله سيتنفسه لكن يعني احنا دايما بنفكر في المستثمر الأجنبي خلينا نسميه لكن المستثمر المصري ده لازم برضو يعني ناخد بنا منه لأن المستثمر المصري ده في صناعة وهو صناعة قائمة هو محتاج يطور مصنعه ومحتاج يتوسع فلازم اعمله حوافز لكده وده استثمار ليه بحيث ان البيروقراطية المصرية ضد المستثمر بتمطع من الرأس المالية ومن التصنيع وطول الوقت معوق ومعطل هل ده احساس سليم حقيقة تلمسوه انتوا بقى في مجال عملك لا هو حضرتك يعني هو طريق تنفيذ القانون هو الناس بيبعندها قوانين واللوايح بيحاولوا ينفذوها كل واحد ينفذها بمنظور وبالتالي يعني النهاردة مثلا موضوع الدفاع المدني النهاردة بيتتعدل الكود بتاع المصانع القائمة علشان ما ينفعش النهاردة حد يكون وجهة نظره ان المبنى ده من ناحية الدفاع المدني مناسب اللي مش فيه لوايح واكواد هي اللي بتت معايير كل واحد بيعمل فعشان كده النهاردة بيتعامل اعادة هيكلة للموضوع ده ككل عشان وده اللي بيعمله الحقيقة ساتي الفريق كامل اللي النهاردة بيتعامل بقرارات انه هنعمل اعادة هيكلة بحيث ان لهاية التنمية الصناعية وجهات اللي هي منوب بيها انها تتعامل مع المصانع وده طبعا حيسهل خلينا مش مهانس مجد نلتقي بعد ستة شهر من الان وتقول لي مساحة التفاؤل نادلت حاضرة ناضرة كده في رؤيتك ولا الامر يستدعي يعني تواضع في التفاؤل ولا تفاؤل اعلى واكثر يعني ايجابية وتحققا فموعدنا بعد ستة شهر من الان ننرى هل في الطريق السليم ولا ستتعطل لا لا انا شايف ان شاء الله نقعد مع بعضي بعد ستة شهر واحكي لحضرتك ايه اللي تم في ستة شهر انا هحكي لك على ارض الواقع هاي يعني ده وعد وعدنا موعد ان شاء الله اشكرك جدا شكرا مجد الدين منزلاوي اشكركم والتقي فيكم غدا بإذن الله حديث القاهرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة